الاستزراع السمكي في مصر ناجح فعلا وده مش كلامي أنا ده كلام الأرقام اللي بتؤكد على أن الناتج من الاستزراع السمكي ومن وحدة المساحة هو مرتفع بيئة المقارنة بيئة الاستزراع السمكي على مستوى العالم نجحنا في استزراع السمكي في عدة أنواع على رأسها سمكة البلطي المشروعات القومية المعنية بده وكان فيه تطور كبير أيضا في صناعة الأعلاف المعنية بالأسماك وده أدى إلى زيادة معدل التحويل مجهود كبير جدا علشان نقوم بضبط عملية الاستزراع السمكي مجهود كبير جدا علشان نوصل المعلومة لدى هذا القطاع لأن أنت أي نجاح فيه بيؤدي إلى ارتفاع فيه النتجة الكلية من الأسماك في نفس الوقت بنشوف أن احنا عندنا مجهودات من الدولة علشان نتوسع في أصناف جديدة تكون لها قيمة اقتصادية ومرضوض اقتصادي يزود من الناتج الاقتصادي المصري ده شفناه من خلال عدة مشاريع زي مشروع بركة غليون ومشاريع المرتبطة بقناة السويس وزير الزراعة يبحث مع وفد المركز الدولي للأسماك تعزيز التعاون المشترق بين الجانبين استقبل السادة القصير وزير الزراعة والستصلح الأراضي كل من الدكتور أسامة يسين المدير العام المؤقت للمركز الدولي للأسماك والدكتور بابا يوسف أبو بكر رئيس مجلس الأمناء للمركز الدولي للأسماك والدكتور أحمد نصر الله المدير القطري للمركز الدولي للأسماك بمصر لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمركز والأنشطة المستقبلية المقرر إقامتها في مصر وأكد وزير الزراعة ضرورة أن يكون للمركز الدولي الأسماك دورا ملموسا في تنمية السرع السمكية في مصر وإفريقيا نظرا لوجود المقر القطري للمركز بالقاهرة كما طلب إعداد تقرير حول إنجازات المركز وأعماله خلال الفترة الماضية ودوره في مجال تنمية السرع السمكية وتنفيذ أهدافها وفقا لاتفاقية إنشاؤه أنا معي على الهاتف الدكتور أحمد نصر الله المدير القطري للمركز الدولي للأسماك برحب بحضرتك يا دكتور أحمد أهلا وسهلا مستر سامح حضرتك أفن بالتوفيق دائما يا دكتور المركز الدولي للأسماك أنا يعني عايز أتكلم عن أهميته المركز الدولي للأسماك تم إنشاؤه في مصر لعدة أهداف ياريت حضرتك توضح حالنا كان عادة أهداف أهمها دعم القدرات والتبادل المعلومات والخبرات ما بين الدول الأجنبية ومصر لتطوير صناعة الأسماك في مصر المركز الدولي لما انشئ في مصر لسنة 97 كان انتاج مصر من الأسماك حوالي 70 ألف طل دلوقتي احنا وصلنا لمليون وستة من عشرة طل ده جاي من مجهود كبيرة بازل بقيادة الدولة المصرية ومساهمة القطاع الخاص والجهات البحثية المختلفة اللي هي أحد أهم أطرافها كان المركز الدولي للأسماك بدأنا في سنة 98 نتكلم على دعم المزارع الصغير انه هو يزود الانتجية من وحدة المساحة وخلافه دلوقتي لا احنا بدأنا نتطور بقى في نظره من الزراعة متخصصة والزراعة منصرد ونتكلم في أمان حاوي ونتكلم في التصدير فحصل نقلة كبيرة أوي والطافرة كبيرة أوي 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 في قطاع الثروة السمكية في مصر في خلال العشرين سنة أنا بس برضو عايزي توقف عند هذه الجزئية احنا الحمد لله في الاستزارة السمكية فعلاً حصل طفر المركز الدولي للأسماك اللي أنا فهمته من كلام حضرتك إنه هو دوره إرشادي إنه أنا المعلومة الإرشادية للقطاع الاستزارة السمكية في مصر ده بيتم إزاي بتتواصله مع مين إيه الجهود اللي أنتو بتقوموا بيها المركز ليه عدة أدوار أحد منهم اللي هو دعم القدرات دعم القدرات ده بيتم عن طريق التواصل مع المزارعين فيه دورات تدريجيات عامل في المركز أو دورات تدريب حقلي أي فالتدريب اللي يتعمل في المركز وصل حوالي 4000-5000 متدرب فيه تدريب حقلي اللي بيتم في المزرعة مدربين من اللي هم المزارعين المتميزين بيدربوا أصحاب المزارع والعمليات بالنشاط في المزرعة بتاعتهم وفي الحقل بتاعتهم وده بسهل عملية الانتقال صعب إنه نحن نجمع المزارعين في مكان واحد لكن من السه أن نلتقي معهم في صورة مجموعات أماكن عملهم بالقرب من مكان عملهم وبالتوعية ونتحدث بلغة بسيطة هذا كان أحد البرامج البرنامج الثاني لاستنباط السلالة البلطي المحسن المنتخب هو رسيان عشان تدي نموه أعلى برنامج ده شغال من 20 سنة وبرنامج طموح وبرنامج مكلف وده أخذ مننا شغل كبير وإن شاء الله سيعمل طفرة كبيرة مع التوزيع الثاني للسلالة بتاعته على المزارعين برنامج الثالث اللي شغالين فيه اللي هو تحسين نظم الانتزراع وتطوير نظم الانتزراع وأهمها دلوقتي نظام الانتزراع في مياه جارية داخل الحوض الترابي وده شغالين فيه مع القطاع الخاص وشغالين فيه مع جهاز حماية البحيرات وتنمية السر والسنقية طيب إحنا كده بنتكلم على فعلا محاور تؤدي إلى زيادة الانتجية والحفاظ عليها لأن انت عارف أن البحث العلمي عليه دور كبير جدا لأن كل فترة بتظهر بعض المشاكل بعض المسببات المرضية الأسماك بتحتاج مجهود أيضا للحفاظ على جودتها فانت النهاردة كلمتني كمان استنباط سلالات أن أنا بتواجد مع المزارع علشان أشوف كل الممارسات اللي بتتم لأن الاستزراع السمكي محتاج بممارسات دقيقة جدا كمان لي دور إفريقي لأن أنا لما زورت المركز الدولي الأسماك شفت أن أنتم عندكم تجهيزات للإستضافة الدور الإفريقي اللي بيقوم بيه المركز حضرتك المركز ليه دور مهم جدا جدا على المستوى الإفريقي الخريجي المركز أو اللي بيحضر للمركز في مصر من أفريقيا بقول أنا خريجي العباسة فده أصبح زي مركة مسجلة بيشتغل تقريبا وصلنا لـ 1500 متدرك من أفريقيا على مدار الـ 20 سنة اللي فاته وبعض الناس وصلوا أصلاحهم مركز مرموقة في بلدهم بيتعلموا مش تدريب النظري لا ده بيشتغل بإيده عملي وبالتالي لما بيرجع بلده بيكون مارس بإيده النواحة تطبقية المختلفة وبقدر يطبقها في المزارعة بتاعته وده بيأدى إلى حدوث طفرة كبيرة في السروة السماكية في أفريقيا وكمان المستقبل جاي إن شاء الله يعني أفريقيا هي سلة الغذاء وشغالين حاليا مع عدد دول في أفريقيا بحيث أننا نرفع القدرات بتاعتهم عشان نواجه النقص المتوقع في البروتين الحيواني من المصادر الأخرى بشكر حضرك شكرا جزيلا الدكتور أحمد نصر الله المدير القطري للمركز الدولي للأسماك ترجمة نانسي قنقر